السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنتعامل مع اليوزر روديوسر هوك وازاي نضيف التايبس عليها في المشروع بتاع الرياكت بس الله عن نبي عليه الصلاة والسلام في البداية كده شباب انا وضحت اكزامبل بسيط كده شرحنا به اليوزر روديوسر قبل كده في البلايليست بتاعت الهوكس هبتدي استخدمه هنا واضيف عليه التايبس اللي هي فكرة الكاونتر ان انا بيكون عندي جواي كاونت معين او عدد معين ببتدي اعمل انكرمنت الكاونت ده ببتدي ازود القيمة بتاعته او اعمل ديكرمنت بقل للقيمة بتاعته تمام فكل الفكرة اللي كانت بتتم في اليوزر روديوسر ان انا بستخدمها في الستيت managment ان انا بمانج الستيت او بغاير في قيمة الستيت كنت تبقى نادي على اليوزر روديوسر بتابع مني اليوزر فونكشن اللي هي بتهندل Blockchain بلان على كل حالة تمام وبعد كده عندي الانيشال استيت عملته النوع عبارة عن اوبجيكت جوال كونت بزيرو بالشكل ده كانيشال فاليو طيب حلوة و بعد كده عرضت هنا الكونت بتاعنا وتوب باطنز لما جاء ضغط عليهم ويزود العدد بمكدار عشرة فبعدت هنا بيلوت في الاكشن بتاعنا طبعا فيه السويتش ستيتمت بتحدد نوع الاكشن الاكشن بيمث الابجيكت عندنا وليه جوال طيب تمام بناء على نوع الاكشن يبتلي يزود فيه الاستيت او يقلل فيه الاستيت تمام كده طيب حلو جدا الكلام ده اللي انت شافه قدامك ده ده خطأ راجع من التيب سكريبت دي عبارة عن فونكشن الفونكشن ديت المفروض تقبل مني هنا براميتر اللي هو الاستيت ويه عندي الاكشن فلازم احدد نوعية البيانات بتاعتنا ديت طيب جميل جدا الكلام ده يبا انا اول حاجة شباب محتاج اعملها محتاج انشئ هنا هنا طيب خاص بالاستيت بتاعنا ممكن اسميه هنا كونتر استيت مثلا كونتر استيت بالشكل ده الكونتر استيت ده هيمثل طيب فممكن ايجي هنا اقول له فيه طيب هنا باسم كونتر استيت بالشكل ده هيكون جوا ايه هيكون جوا الكونت لان الاستيت بتاعنا بيمثل ايه شباب بيمثل جوا اوبجيكت جوا كونت طيب الكونت العدد ده عبارة عن ايه عبارة عن نمبر فبالتالي انا حددت كده ايه نوعية البيانات بتاعت الاستيت بتاعنا طيب بالنسبة ليه الاكشن فممكن برضو احدد نوعية الاكشن اللي انا بعمله صح كده فبقوله هنا counter action الشكل ده counter action ده برضو بيمثل type فباجي هنا بقوله هنا type بتاعنا اللي هو counter action هو عبارة عن object ليه؟ لأن الaction اللي أنا ببعطه تحت فيه dispatch method هو عبارة عن object جوا حكتين جوا الtype اللي بتحدد نوع الaction وجوا الpayload اللي أنا ببعطه الtype هنا بتمثل string والpayload بيمثل number فكل اللي أنا هعمله هاجي هنا هقوله إن أول حاجة ببعطها هي الtype بتمثل عندي string وبعد كده هيكون عندي الpayload اللي هو بيمثل عندي يا شباب بيمثل عندي number أو الرقم صح كده فبقوله هنا number بالشكل ده فبالتالي مش هتواجه أي مشكلة والtype script هتبتدي تتعرف عليه يبقى الstate بتاعنا واخد الtype بتاعه عن طريق counter state والaction بتاعنا واخد الtype بتاعه عن طريق عن طريق counter action ففي الحالة ديات أنا لو جيت هنا شباب ضفت مثلا في الpayload كيما string فبالتالي قال لي في مشكلة إن الstring ده is not sustainable to type to type number اللي هو بيقبله منك الaction الpayload هنا أنت محدد أنه هو number فبالتالي هو مش هتبهل منك بس لnumber تمام فأنت كده حميت الtype بتاعك عشان السيناريو اللي يحصل يكون فعلا اللي أنت متوقعه تمام كده شباب يبقى خلاصة الكلام كده لو أنا عايزة أضيف الtypes في التعامل مع الuser reducer فبجيب الstate بتاعنا وانشئ الtype بتاع الstate بالشكل ده وحدد نوعية البيانات اللي أنا بخزينها جوه والstate وبعد كده الaction اللي أنا بعمله محتاج برضو حدد نوعية البيانات بتاعته سواء نوع الaction أو الحاجة اللي أنا ببعتها مع الaction فلازم أحدد نوعية البيانات بتاعتها كده شباب بتعاملنا مع الuser reducer وعرفنا إزاي بنتعامل مع الtypes فيها واشوفك بخير الفيديو الجاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة